السلام عليكم هنعمل مع بعض النهاردة مكارونا بالوايت سوس مع الفراخ سهلة جدا وجميلة جدا وطريقتها بسيطة يلا نبدأ المقدير معنا 400 جرام مكارونا شريط 3 كوب كريم طبخ 0,5 كيلو سدور متبلة بصلة 3 فوس ستوم معلقة زبدة زيت زتون ومقعب مرأة دجاج هنبدأ مع بعض اول حاجة هنعملها هنصلق المكارونا مش شرط مكارونا شريط ممكن مكارونا بن او ممكن اي نوع بتحبيه يعني بس هي طبعا الوصفة الاصلية بالشريط او السباكت طبعا المكارونا هنا بنعملها 3 اربع سوا على ما المكارونا تتسلق هنبدأ نقطع الفراخ شرايح كده او حسب ما انت بتحبيها يعني ممكن شرايح متوسطة او رفيع او ممكن مكعبات يعني التقطيع ديت على حسب الرغبة طبعا الفراخ بتبقى متبلة ومتنشفة كويس جدا هتدي نتيجة احلى وطعم حلو جدا هنبدأ برضو نقطع البصلة يعني هنقطع مكعبات سغيرة جدا مش نعمة قوي يعني تبقى معقولة يعني كده ونفرم التوم علشان تبقى كل المكونات جاهزة معنا التوم طبعا حسب الرغبة لو بتحب يطعمه يبقى يباين قوي ممكن تزودي عن 3 فصوص بس انا شايفة ان التلات فصوص بيبقوا معاقلين يعني هنبدأ هنا نسيح الزبدة مع زيت عشان ما تتحرقش لو عايزة تكتفي بالزيت لوحده اوكي لو عايزة الاتنين مع بعض تمام اه او الزبدة لوحدها بس نخلي بالنا عشان الزبدة النار العالي او النار لوحدها ممكن تحرقها لما خدناش بالنا منها فبنبدأ هنا نضيفها مع الزيت لحد ما تسيح معنا نبدأ بقى نحمر فيها الفراخ طبعا الكلام ده بيبقى على نار عالية لان احنا عايزين ندي صدمة للفراخ علشان تتحمر طبعا الفراخ كلها ما تبقى متحمرة بيبقى طعمها احلى مع مع الصوص اللي هنعمله والمكارون مش عايزينها تبقى بيضع يعني وكي بنبدأ نحط الفراخ كده على كلها كده بنوزعها على حسب التوصل اللي بنعمل فيها فبنوزعها ما بنخليهش فوق بعضها بحيث ان كل وش من الكطع دي تحمر طبعا النار العالية بتساعدنا ان المية بتاعت الفراخ ما تنزلش وتبقى كأنها مسلوقة الأكلة دي طبعا الولاد الصغيرين بالزاد بيحبوها وبتبقى حاجة خفيفة يعني ممكن لو مزنوقة او مش عايزة تعاملي أكلة أو كده بتبقى حاجة منجزة يا وطبعا ممكن نعملها ببدل الكريمة نعملها بال أو هنا طبعا حطينا مكعب المرأة لو عايزة تستغني عنه مفيش مشكلة فكنت بقولي إن لو ممكن عايزة تستغني عن الكريمة هتعملها بالصوص الأبيض البشاميل اللي هو بيبقى 3 معلق دقيق كل معلق دقيق بتاخد معلق زبدة أو سمنة و 3 كبات لبن فده بيغنيكي عن الكريمة بنحط هنا البصل بنحمرها لحد ما تدبل هي المفروض إن هي تدبل بس أنا بحبها متحمرة شوية بنبدأ بقى نديف عليها الفلفل الأصمر وممكن نحط عليها يعني التوابل اللي إحنا بنحبها جزء التيب أو أي توابل تاني بنحط عليها التوم لحد ما بتوصل للدرجة اللي إنتي عايزها احنا قلنا تدبل بس بنبدأ بقى نديف هنا الكريمة عليها وبنسيبهم يغلوا مع بعض شوية كده لحد ما نحس إن الكريمة كوام بتاعها تقل شوية هنبدأ بقى نحط الفراغ فيها علشان ياخدوا من طعم بعد كده الفراغ زي ما انتو شايفين كده يعني كإنها مشوية مش بنحطها بيدا ده بيدي طعم حلو جدا لغير ما تبقى بيدا يعني بنحطها مع بعض وبعد كده بنبدأ نديف المكارونة وبنسيبهم دقيق على النار يغلوا كده حوالي ثلاث دقيق لحد ما ياخدوا من طعم بعض هقول لكم بقى هتاكلوا أحلى مكارونة بالويت سوست طعمها حكاية تحفة ما بتاخدش وقت زي ما انتو شايفين يمكن اللي بياخد وقت التحضير بس إنما هي ما بتاخدش وقت خالص على في التجهيز هنبدأ نسيبها زي ما قلنا ثلاث دقيق مع بعض كده ونبدأ نغرفها هتاكلوا أحلى مكارونة بالويت سوست طعمها حكاية والفراخ طبعا لما بتبقى متتبلة بتدي طعم حلو جدا وغني بنبدأ تضيف عليها بقى لو عندك أي مسلا كسبرة بقدونس أو حبة شبت بيدي طعم حلو جدا وريحة كرافة وطعمها حكاية ياريت تجربوها وبالهنة والشيف